الفيديو النهاردة مميز جدا بعنوان استراتيجية فعالة لتحسين السيو باستخدام التشات ارت وتجاوز اكتشاف الزكاية الاصطناعية. فلو انت بتدور على طرق مبتكرة لانشاء محتوى يجزب المزيد من الزوار ويتفوق على خارزمات الزكاية الاصطناعية فانت في المكان الصحيح. في الفيديو ده هنتعلم ازا نستخدمه لانشاء محتوى رائع وتتجاوز الفحص الالي. وكمان هنستهرد استراتيجيات فعالة لتحسين السيو باستخدام الادار رائع دي. فلو انت جاهز الاكتشاف كيفية تعزيز محتوى موقعك وجذب المزيد من الزوار والمشاهدات. فيلا بينا نبدأ الفيديو ونشرح مع بعض موقع تشات ارت. من الرابط اللي هتلاقيين في وصف الفيديو هتدخل على الصفحة ايم ايفون الصفحة الخاصة بالتشات ارت. دي الوجه الرئيسي اللي بيوضح لك فيها بعض الاستخدامات اللي موجودة في الموقع. عشان نبدأ الاستخدام فهنضغط على كمان هنا تقدر تتحكم في اللغة طبعا اللغة المتاحة الانجليزية والصينية هنضغط على هيحولك على الصفحة دي. اللي من خلالها لازم طبعا تسجل حساب عشان تبدأ تجرب الموقع. بيديك هنا تمنتاشر تجرب بيوم الموقع. وانا طبعا كده كده هتجرب معاك الموقع دلوقتي عشان لو بعد كده حبيت ان انت تشترك فيه هعرفك برضي زي تشترك فيه. ومجرد تضغط على سين اين او سين اوب. هتكتب الايميل والباسورد وتنشئ حساب خاص بيك عشان تلقائيا يحولك على الصفحة الرئيسية بالشكل ده. لما بتسجل حساب هتلاحز هنا لو ضغطت على الحساب فيه هنا اقدر غير اللغة من لغة الانجليزية. اقدر اختار اللغة العربية ازا في هو الموقع بدعم اللغة العربية. هتلاحز ان الوجه هنا اختلفت معايا. فيه هنا هنا بعض القوائم اللي هتلاها ظهرة مثلا زي الصفحة الامامية. وتحت في نفس الوقت هنا هتلاحز ان فيه حاجة اسمها لو لاحزت ان انت مسلا جيت انتقلت لحاجة تانية زي الكتاب الزكاية للصناعي. هيزهر لك هنا الادوات الاكثر استخدامة زي انشاء مقالات انشاء المادة محرر الزكاية للصناعي. وحاجات كتيرة جدا على حسب انت حابب تعمل ايه. ايضا هنا هتلاحز ان فيه برضو محرر الزكاية للصناعي. هيفتح معاك هنا صفحة زي كده ودي طبعا هنجرب فيها برضو الشغل زي ده. وعندك هنا كمان فيه اللي هو التاريخ يعني اللي بتاعتك. اه تحت هنا في الادوات الاخرى برضو في حاجة اسمها تجوز كشف الاي اي اي. لو انت مسلا عايز اه تعمل حاجة بحيث ان انت تتحقك من النموذج الاي اي اي. مثلا ازا كان ده مش هتعارض مع سياسات الاي اي اي في انشاء المحتوى او كده. ايضا عندك درتاشة الزكاية للصناعي. يعني ممكن تعمل درداشة اصلا مع وتسأله في اسئلة وتستفسر عن الصور يعني اي شيء زي اي احنا بنستخدمه. ايضا عندك رسم الزكاية الاصطناعية يعني تقدر ان انت تعمل تصميمات او انشاء صور باستخدام الزكاية الاصطناعية. لو رجعت تاني هنا للصفحة الرئيسية هتلاحز هنا عندك اكتر من اداء مسلا زي انشاء المقالات ودي استخدامها سهلة جدا. بس هنا انشاء المقالات ده بيكون متوافق مع السيو يعني بيقدر تزبط لك حاجة تناسب السيو. حاولني هنا على صفحة زي دي بيجي هنا بيقول لي الموضوع فكتبت الاهرامات المصرية. النغمة قلت له متحمس. الشخص الاول اللي هو المتكلم بتختار على حسب انت حابب تكتب ازاي. وهنا اللغة اختارت العربي. وبعد كده عندي برضو خيارات متقدمة اقدر ان انا اعمل استهداف للجمهور. ممكن اعدل فيها زي ما انا حابب. وبعد كده بعمل للخطوة التالية. هنا بيجيب لي بقى اختيار المراجع بان هو بيجيب لي مسلا تفاصيل من وكي بيديا من اي حاجة فبختار الحاجات المناسبة بحدة خمسة وبعد كده بعمل الخطوة التالية. المفتاح الرئيسي بيجيب لك اكتر الكلمات اللي عليها بحس فبتختار انت مسلا اكتر حاجة فانا مسلا اختار اعلى حاجة فيهم. بعد كده هيحولني على العنوان فبختار برضو افضل عنوان ممكن اختار العنوان المناسب. عشان يحولني بعد كده على المفتاح الثانية. وده برضو بتقدر تختار مفتاح السنوات اللي انت عايزه مسلا ممكن نختار اي واحد من دولار هنا طبعا ما حدد لك اكتر من الاختيار ممكن تختارهم كلهم وبقى كده تعمل الخطوة التالية وهينا بقى بيجي يقول لك هنا المخطط التفصيلي بتاعك للحاجات اللي هتنكتب لو انت حابب تضيف اي حاجة تقدر تضيفها تكتر تعمل توليد اسئلة واجوابها كل ده متاح وبناء عليها بتضغط انشاء مقال عشان يبدأ ان هو يعمل لك المقال في اقل وقت ممكن ودي كانت النتيجة مقال رائع بالعناصر الاساسية اللي هو كتبها لي وعمل لكمال الخاتمة يعني اقدر اخد الكلام ده كل كوبي واقدر انشره على المواقع الخاصة بي بصراحة شغل الاحترافي جدا كمان تقدر ان انت تعمل دونود اصلا للتفاصيل اللي انت عملتها دي او المقال اللي انت عملته بتحميل بي دي اف بيكون موجود عندك بصغة بي دي اف موجود على الجهاز تعالي بنا ندخل على محرر الزكاء الاصطناعي وهنا جد في طوله هنا نص بس النص ده حاس ان هو مكتوب بس مش بشكل عربية مش باللغة العربية الفصحة لانا كاتبه بشكل عادي جدا فانا عايز بقى ان هو ايه يزبط لي الموضوع ده فباجي هنا بضغط سلاش ومن سلاش بكتب مسلا هنا بدي له امر اكتب النص بالعربية الفصحة فالمفروض ان هو هيبدأ يزبط لي الكلام ده بروح بعد كده اضغط على تجاوز الكشف واعمل انشاء عشان يبدأ يكتب لي النص ودي كانت النتيجة الكلام الولايل ده اتحول لكلام اكتر ولكن بشكل احترافي جدا هعمل استبدال الكل وبعد كده هيزهر عندي كل الكلام هنا عشان بعد كده اقدر برضو اعمله ده تصدير بصغط بدي اف اصبح عندي هنا مقال بشكل اكثر احترافي هنا بقى برضو نفس النظام بيعيد كتابة المقال مثلا هاجي احط نفس المقال ده وهاجي هنا اختار اللغة عربية وبعد كده هقول له اعادة كتابة هانشوف هيعملها هو هنا مش بيكتب لك كتير هو بيكتب نفس الكلام بس بيحاول يكتبه لك بشكل احسن شوية لكن مش بيكتب لك تفاصيل اكتر زي الخاصية اللي فاتت بقدر بعد كده بقى مسلا اخد الكلام ده واضيفه للنص بتاعي او لو انا مسلا بكتب مقال يعني ده بيبقى تعديل سريع قوي حتى هنا كمان بيستخدم هنا او ممكن تستخدم هنا حاجات تانية موجودة لو انت اشتركت فيه المقال النحو ده بقى بيخلي لك لو انت مسلا كاتب حاجة مسلا زي كده وفيها اخطاء وتيجي تعمل له اختبار بيبدأ يشوف لك المشكلة فيها هي وصحة حالك مسلا هنا جي قال انا كاتبته دي غلط مفروض تبقى لازم تبقى مسلا هنا نفس النظام صحة حالي ولمفروض تكون بالاي مش بالاي وعندك كمان هنا انا كنت كتبها غلط زبطها لي وجي في الاخر كده زبط لي بقى الكلام قال لي زي الفل وبنان عليه هنا خلاص هنا بيعمل له كبول فهيزبط لي الكلام زي ما انا عاوز هنا كتبت له المقال بتاعي وجيت هنا بعد ما كتبت الانوان اضفت له الكلمات الرئيسية وكلمات المفتاحية والعلامات وبعد كده هضغط على تحليل عشان هشوف النتيجة هتكون ايه هتلعز هنا ان هو بقى عمل لتحليل وقال لي هنا طبعا نسبة اربعة واربعين من مية قال لي الكلام تمام بس هنا في بعض الحاجات اللي عايز تتزبط مثلا هنا في قال لي توصيات التحسين فقال لي ان التايتل مفروض ان هو يكون اكتر مش لان انا عامل قليل صغير اوي هنا برضو قال لي ان انت مفروض تغير مثلا ما هو تحسين محركات البحث وتضيفها لنفس العنوان طب تمام لان انت تستخدم حاجات خاصة بالعنوان يعني تكون موجودة في العنوان وتضيفها فهيبدأ بقى هنا يعمل لك بقى هنا هزبط لك المحتوى والكلمات الرئيسية والتوصيات اللي هيقول لك عليها وبناءا عليه هنا هعمل لك يعني احصائيات كاملة وهيديك الكلمات اللي ممكن تستعين بيها عشان تزبط الحاجة بتاعتك او المقال بتاعك قبل ما ترفعه وده مهم جدا عشان بعد كده يعني لما تعمل يعني مقال او كده ان هو هيجيب معاك مشاهدات كويس زبط التفاصيل دي خلاص يبقى انت هتقدر بعد كده تستخدمها بحاجة الشكل كشف الانتحال دي بقى مهمة جدا لو انت بقى مسلا حد عامل المقال وانت هستعرف المقال ده معمول قبل كده ولا هتضغط عليها بالشكل ده مسلا مسلا هنا كتبت هنا مقال زي ده وعايز اعرف بقى المقال ده حد يسرق منه حاجة فيه منه اصلا نسخة تانية في اي مكان هعمل اعادة الاختبار لان كنت عملت قبل كده 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 وهجاب لي ان النتجة مفعيش اي مشكلة لو في اي مشكلة هو طبعا بيقعد هنا يقلب بقى لو موجود ناس موجود في موقع تاني هيعرفك على طول ان المقال ده في مشكلة او مسروق هنا النتيجة زي ما احنا شايفين مفيش اي مشكلة وندخل ده الوقت بقى على اي صورة او اي اي صورة وندخل بقى دلوقتي على عشان نشوف بقى هل نقدر نعمل تصميم صورة بالزكاة الاصطناعية تعالى كده نجرب هندخل مسلا على هنا تصميم شعار هيحولنا على الصفحة دي هنختار النمط اللي احنا عايزينه مثلا هنختار نمط زي ده وهنا بنكتب وصف الصورة اللي احنا عايزينه وهنا بعد التفاصيل مثلا انا هنقول له عايزين تدرك في اللون هنقول له مثلا مقاس الصورة هنا طبعا جايب لك هنا دل اي سري والستيبل ايميج قالت له هنختار طبعا دل اي سري لان النموذج بتاعها كوي جدا المقاس الصورة هنسيبه هنا زي ما هو الصورة الواحدة تستهلك عشرين عايز اكتر بقى يبقى احنا هنعمل تاني. هنا طبعا ممكن نعمل نكتب هنا بتاعنا او وصف الصورة. نقدر نكتب بالعربي زي ما احنا شايفين. وبعد كده بتضغط على انشاء علشان يبدأ يعمل لك التصميم بالشكل ده. ودي كانت النتيجة صورة ومزالة تصور مناظر طبيعية عملها بشكل احترافة على حسب النمط اللي احنا عملناه. عجبك التصميم بتقدر ان انت تعمل وكمان الميزة هنا ان انت عندك موجود اكتر من بعض. هنا انت تقدر الابعاد المناسبة لك. تعال بقى نروح على حاجة مهمة هي تجوز كاشف ده بقى حاجة مهمة اول. جيت انا ضفت هنا مسلا نص زي ده كده. وتعال نشوف هيعمله ايه. هنا النص اللي انا كاتبه ده اصلا هو معمول يعني انا كده كنت عامله بالشاتبوت. فعايز اشوف بقى هنا مسلا لما اجا اقول له هنا تحقق من الزكية الاصطناعي في الاول. تعال نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. قال لي هنا يبدو ان المحتوى ادخال خاصة بك تم انشاءه بالزكية الاصطناعي. طبعا المحتوى ما بيتقابلش في المواقع مسلا اللي هي ببقى فيها مقاراته كده. لو عشان كده لازم يتحول لادمي. فهو جاب لك هنا بقى الخاصية الرؤية عاديات ان انت لو جيت هنا مسلا قلت له ايه? انا عايزه يكون متوازن وهقول له جعله انسانيا يعني ايه? كأن بشر هو اللي كده. هيبدأ دلوقتي يحول المقال بتاعه من مقال معمول بالزكية الاصطناعي. لمقال مكتوب كأنه مكتوب يدويا. ودي طبعا نقطة مهمة جدا. ودي طبعا هتفيد كمان الناس اللي بتعمل مقالات كتير. اللي هو عايز يعمل مقال بالزكية الاصطناعي يقدر يحوله من مقال مكتوب بالزكية الاصطناعي. وهنا اهو. تعال بقى هنا لاحظ ان هو قال لك يبدو ان محتوى لاخراج مكتوب يدويا لان هو هنا بدأ ان هو يكتبه بشكل احترافي ويغير بقى في الكلمات اللي تباني ان هي معمولة بال يعني هو اللي هم استراتيجية معينة كده عشان يزبط لك الشغل بتاع ويخلوك شغل عادي. زبط الكلام هتاخده كده كوب تقدر بعد كده تستخدمه بقى زي ما تستخدمه. دردشة الزكية الاصطناعي وهنا بقى نقدر ان احنا نتكلم مع ونعمل تفاصيل كتير. هنا مثلا قلت له كافية تحسين جاذبية محتوى وسائل الاعلام. هيبدأ طبعا هنا يكتب لي هنا يقول لي المحتوى ده تم ويبدأ يكتب لي هنا التفاصيل. هل مسلا اه ممكن ان انا اعمل اضافة مسلا لحاجة واطلب منه هو يعملها لي. هقول له مسلا تحمله الصور ودي التأكيد. وهجيب مسلا صورة مسلا زي دي كده وعملها وهقول له هنا فسر لي الصورة. عايز اعرف الصورة دي هيفسرها لي ازاي? هضغط على دي كده فهنشوف بعد نحمل الصورة دي الصورة هم رسم فيها بعض التفاصيل. عايز شوف هيقول لي ايه? الصورة تعرض رسما كارتونيا لشخص. وهي على اللي صار كزا وليمين كزا بصراحة ايزا في ده الشدبوت اللي نقدر نستعين به بقى في الترجمة نقدر نترجم نقدر نعمل اي شيء. ممكن اجهول له هنا مسلا ترجم للانجليزية. عشان عايز لي مسلا نكتب لي الكلام بالانجليزية. هيبدأ ان هو يترجم لي الكلام بالانجليزية. ممكن اقول له اكتب لي آآ ايميل على هذا آآ الموضوع. فهيبدأ ان هو يكتب لي الايميل بالشكل ده. دير كزا. والتفاصيل دي وقدر اخد الايميل وابعته. يعني شغلة حلوة في موقع مليان تفاصيل جميلة جدا للناس المنشئين المحتوى. والناس اللي بتعمل آآ منصات آآ مقالات وكذا. طبعا لما ندخل على الكتابة بالذكاء الاصطناعي هيجيب لك هنا بقى حاجات كتير. واللي احنا اصلا يعني كنا شرحناها دلوقتي. من ضمنها بقى انشاء المقالات وانشاء المادة والمحرر الذكاء الاصطناعي والنحوي. وكل دي الحاجات اللي احنا شرحناها دلوقتي فيه تفاصيل اكتر زي مسلا تسويق النسخ التجارة الالكترونية مراجعة الافلام. دي كلها حاجات ممكن تستخدمها باستخدام موقع تشات ارت اللي بتقدمه من الشركة الرائعة شركة اليتشات. كمان عندك هنا فيه مولد علامات فيديو يوتيوب وصنع مقدمات يوتيوب. يعني هنا لو جيت مسلا ضغطت على صنع مقدمات يوتيوب هتدي له مسلا عنوان ووصف الفيديو ويبدأ ان هو يزبط لك مقدمات ويعمل لك شغل عالي جدا باستخدام الموقع ده. فده اعتقد هتكون ادى مناسبة جدا لمنشئ المحتوى لو انت دلوقتي عايز تعمل محتوى احترافي الموقع ده هيساعدك جدا. طبعا عشان تشترك في الموقع فانت لو ضغط هنا على اشتري الماس هيفتح لك هنا يقول لك بقى هنا تقدر تشتري ماس باسعار كزا لو انت اصلا عامل اشتراك في الموقع. ستاشر دولار تاخد الف ماس. عايز تعمل تركية اصلا لو انت حساب مجاني فانت عندك هنا بقى مدى الحقيقة بيقول لك هنا واحد دولار في الشهر يعني تدفع تساعة وتسعين دولار هيبقى عندك هنا اه زي ما احنا شايفين هيكتب لك كل النمازج المتاح عليك وهنا فيه البقى السنوية ده طبعا الشهرية في البقى السنوية تلاتة دولار آآ شهريا بيديك هنا دعم ده وفيه هنا البقى ديت لو انت حاول بقى تشترك في الموقع رابط الموقع هتلقى في فاصل في الفيديو اتمنى تكون استفادتم الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تريك في قناة فعل زي جارز عشان تشوف كل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم